وفي المتغيرات المتسارعة كشف مصدر سياسي مطلع عن اجتماع القوى السياسية الرئيسية في محافظة كاركوك في فندق الرشيد بالمنطقة الخضراء من أجل حسم تشكيل حكومة كاركوك المحلية وأكد أن الاجتماع سيكون حاسما بشكل كبير للأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر طويلة في محافظة كاركوك أتي ذلك تكرارا لمشهد ديالة حيث حسم اجتماع فندق الرشيد حكومتها المحلية قبل أيام إذ انتهت المهلة الدستورية أمام مناقشات كاركوك ولم يبقى إلا الاتفاق أو حل المجلس لذلك سيتنازل الجميع عن منصب المحافظة الحصرية وحسب التسريبات السياسية فإن تدوير منصب المحافظ بين الكردي والعرب هو الخيار المتقدم في التوافقات المطروحة مقابل حصول التركمان والديمقراطية الكردستانية على منصبي النائب الأول والثاني للمحافظة بينما رئاسة المجلس ستذهب لمكون العربي بانتظار النتائج النهائية التي ستقول لتشكيل حكومة كاركوك في ربع الساعة الأخير من المهلة الدستورية لتفادي حل مجلس المحافظة بعد الحادي عشر من أبا الجاري وهو ما لا يريده الجميع لذلك سيقبلون بحلول الوسط التي يطرحها السوداني حسب قول المطلعين ترجمة نانسي قنقر